حول البيت وعجبا كأنه كوكب والناس أقمار حلوا ضيوفا على المولى فأكرمهم وهو اسدلت دون ما اقترافه أستار وجاد من أعظم النرماء مغفرة الحمد لله الحمد لله إن الله غفاره بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين ونحن منهم إن شاء الله أرحب بكم أيما ترحيب مع برنامجنا عن أسرار الحج هذه الرحلة العظيمة التي لها خصوصية عند المسلم وكل رحلة لها طعم كل إنسان يسافر ويرتحل ويغير من مكان إلى مكان يجد طعما خاصا لهذه الرحلة منهم من يرحل من أجل التعلم ومنهم من يرحل لأجل الاكتشاف ومنهم من يرحل من أجل المتعة والاستجمام ومنهم من يرحل لأجل التغيير لكن هذه الرحلة رحلة الحجيج إلى بيت الله الحرام تشمل كل هذا وأكثر من ذلك بكثير هي رحلة العمر من لم يجربها يطمع أن يجربها ومن جربها يود لو كررها رحلة هي أروع ما مر علي من رحلات وخاصة أول حج له طعم لا يتكرر السفر بحد ذاته فيه التجديد والتغيير والمعاناة أيضا والتعب صحيح لكن مع ذلك الناس تسافر وتتحمل هذه القطعة من العذاب هذا السفر كما يسميه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب من أجل ما يحيي الروح أو يحيي العقل أو يجدد العواطف أو يغير في حياة الإنسان فيرجع متجددا بروح أخرى غير التي ذهب بها رحلة الحجيج هذه فيها كل هذا وزيادة وأي زيادة وأي عظم وأي نعمة وأي منة أعظم من أن يرجع الإنسان بفرصة جديدة لأن يبدأ من جديد كثير من الناس يقولون يعود بصفحة بيضاء وأنا أقول هيهات هو يعود بأفضل مما في الصفحة البيضاء الصفحة البيضاء ليس فيها شيء ليس فيها حسنات ولا سيئات كأنها من جديد أما الذي يذهب إلى الحج فبالإضافة إلى كل هذه الأسرار وكل هذه المعاني هو يعود وصفحته مليئة بكل ما فعل من حسنات لا تمسح الحسنات السابقة بل تمسح السيئات فقط فالحسنات السابقة كلها تبقى وتمسح السيئات فلا يعود بصفحة بيضاء بل صفحة مليئة فقط بالحسنات فأي نعمة وأي منة أعظم على المؤمن من هذا الذي يجري له في الحج رحلة الحج هذه لها أسرار ولها معاني تتجاوز بكثير الأحكام والتشريع كنت أتعجب وأنا أحج المرة تل والمرة كيف يستمتع الناس بالحج إذا لم يعرفوا أسراره كنت أتضايق ولا أخيكم عندما أسمع سادتي العلماء وطلبة العلم وهم يشرحون للناس الأحكام ويفصلون ويدققون وبعضهم يتشدد حتى يضيق على الناس لكني رغم كل هذا كنت أتعجب حتى من الذي يسهل على الناس ويسر وهذا خير كنت أتعجب من كل هؤلاء عندما يفصل لهم مثلا في حجم الحصاه وتفاصيل الشاه وتفاصيل السعي وأحكام والرجم وتفاصيل ولا يذكرون لهم ما المعنى وراء كل هذا ما هي الأسرار وما هي الحكم وما هي المعاني أنا عشت في الغربي فترة ولا أخفيكم كنت أتأمل الحج من نظر الغربيين إلى هذا الحج ما هذا الذي يفعله المسلمون يطوفون حول حجر ويأخذون حجر ليرموا به حجرا ويقفوا على حجر ويتحركوا في سعي من حجر إلى حجر ما هذا الدين الذي صارت له عبادة بأشكال غريبة وحق لهم أن يتعجبوا نحن عندما نرى بعض الأفعال التي يفعلها البوذيين واللغين نستغرب ما هذا ديننا بفضل الله عز وجل ليس دين شعوذة وليس دين تعلق بحجارة يكفينا هذا المعنى الجميل الذي قاله أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ذهب ليقبل الحجر الأسود وهو أشرف حجر على الأرض فقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هذا المعنى هزني وجعلني أتأمل إذن لماذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحجر ولماذا أخذنا حجرا لنرمي به ونرجم به حجرا ولماذا نطوف ولماذا نسعى ولماذا نقف في عرفة ما السر وراء مزدلفة وما السر في الذهاب إلى منا والمبيت بها قبل عرفة وبعد عرفة وغيرها من أفعال الحج حرست عندما تأملت في كل هذا أن أشارك مع إخواني وأخواتي الذين أسعدهم الله تعالى بحج بيت الله الحرام حرست أن أشاركهم بعض الأسرار وبعض المعاني والحكم بعضها مما قرأته مما تعلمته من سادة العلماء الذين درسوني مباشرة أو تعلمت من كتبهم من السلف والخلف وبعض هذه الأسرار هي من تأملاتي ونظري وخاصة بعد أن أكرمني الله عز وجل بالحج مرة تل والمرة يمكن في المرة الأولى كان الإنسان مشغول بالأحكام والتفاصيل وخاصة أن لم يحدثني أحد عن أسرار الحج لكني لما خلاص يعني الأحكام عرفتها فبدأت أفكر أكثر في الأسرار والمعاني والحكم والعبر فأحببت أن أشارككم بهذا أتمنى أن تكون هناك فرصة لإخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام أن يسمعوا مني أو يشاهدوا هذه الحلقات وإلا فأتمنى كذلك ممن لم يكرمه الله عز وجل بالحج هذا العام أن يتابعها من أجل أن يتشرب هذه المعاني حتى عندما يكرم بالحج يذهب وفي حجه المعاني والعبر والأسرار وهنا وقفة في قضية التأمل في الأسرار والحكم هذا الدين العظيم نستطيع أن نقسمه كما يقسمه بعض العلماء أنه هناك فيه عبادات وفيه معاملات بعض العلماء يعترض على هذا التقسيم لكن لا بأس بدون ما ندخل في هذا الجدل نعم نستطيع أن نقول هناك شعائر إذا ما نتكلم عن الصلاة والصيام والزكاة والحج والقرآن وصلاة الجنازة والذكر هذه عبادات مباشرة شعائر إنشئنا وهناك معاملات تتعلق بعلاقة البشر بالبشر بحكم الله سبحانه وتعالى الزواج والطلاق والميراث والبيوع وغيرها من الأحكام الأصل أن العلاقات هذه المعاملات إنما جاءت لتنظيم حياة البشر وجاءت من أجل العبر والمعاني والمصالح ولذلك يقول الإمام العظيم ابن قيم الجوزية تلميذ الإمام الجليل ابن تيمي رحمهم الله تعالى أجمعين يقول حيثما كانت المصلحة فثم دين الله الدين جاء لتحقيق مصالح العباد هذا في جانب المعاملات ويقول الإمام الجليل حسن البن رحمه الله تعالى كلمة جميلة يقول الأصل في المعاملات العبر والمعاني والمصالح والأصل في العبادات التعبد وهذا صحيح نحن لماذا نصلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات لماذا لا نصلي مثلا المغرب لو أحب إنسان أن يزيدها ويصلي المغرب أربع ركعات مثلا ويصلي العشاء خمس ركعات هو زاد زاد في الذكر وزاد في السجود والركوع والدعاء هو فعل زيادة خير كما يقولون لكن هل تقبل صلاة كلا لماذا هذه عبادة ونحن عبيد والرب رب والعبد عبد واتأملوا معي في هذا المعنى فنحن في علاقتنا مع الرب السيد سبحانه وهذه من أسماء الله الحسنة في علاقتنا معه سبحانه إنما نحن عبيد نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد مرة أخرى أنا أعبد الله كما يريد هو لأنه هو الإله وأنا عبد والعبد خاضع لا يعترض ولا يناقش ولا يتردد بل يستسلم ما هو الإسلام أصلاً ما هو الإسلام الإسلام هو الاستسلام لأمر الله تعالى ونهيه بلا تردد ولا اعتراض ولا نقاش هذا معنى الإسلام بهذا نكون مسلمين حقاً أما من يناقش الله عز وجل ويرد عليه ويتكبر عليه ويعترض على أمره وإذا لم يعجبه الأمر لا ينفذ هو يقلد إبليس عندما أمره الله عز وجل أمره مباشرة أن يسجد ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فبتأمله هذا وصل إلى نتيجة أنه أفضل من آدم وبناء عليه رافض أوامر الله عز وجل فجعل نفسه لله ندى جعل نفسه من حق أن يعترض ويناقش ويجادل وهو عبد مخلوق والله رب الخالق فاستحق النار بمعصيته هذه وأول معصية هي التكبر أول معصية هي رافض أوامر الله عز وجل كبراً واعتقاداً أن الإنسان أو المخلوق بعقله يستطيع أن يجادل الله عز وجل أو يعترض على أوامره نحن لا نجادل نحن مسلمون أي مستسلمون لأمر الله تعالى بلا اعتراض فإذا فهمنا هذا المعنى أريد أن أؤكد عليه قبل كل هذه الحلقات نحن نطوف لأننا عبيد أمرنا بالطواف سبعاً فلا نزيد ولا ننقص نحن نرجم سبعاً لأننا أمرنا نحن نقف في اليوم التاسع منذ الحجة في عرفة لأننا عبيد مستسلمون خاضعون لله عز وجل لا تردد لا اعتراض لا نقاش بل استسلام وإسلام لكن هذا لا يمنع أن يتفكر الإنسان ويتعمل وينظر هل وراء هذا الأمر من حكمة هل فيه من سر من مغزى من عبرة لا شك لا شك أن الله سبحانه وتعالى ما جعل أوامره سدعاً فلا بأس أن نفكر ونتأمل وننظر ونبحث عن الحكم والمعاني والعبر والمقاصد والأسرار لكن سواء عرفناها أو لم نعرفها يجب أن ننفذ لأننا عبيد مستسلمون وبهذا فقط نكون مسلمين ولا نربط العبادات بالأسرار هذه زيادة العبادات تنفذ استسلاماً خضوعاً عبوديةً أما معرفة الأسرار والحكم فمن باب التأمل ومن باب التلذذ بهذه العبادة فأنا عندما أمارس عبادة وأنا أفهمها وأتأمل في معانيها وأستشعر بعض حكمها ستزداد لذة العبادة عندي وسأمارسها بروح مندفعة وسترون في حديثي معكم في أسرار الحج هذه المعاني والعبر التي تجعل للعبادة معنى فوق المعنى الذي هو التعبد وهو المعنى الأساسي تضيف إلى الخير خيراً إن شاء الله وتضيف إلى العبادة روحاً تتجلى وترتفع إلى بارئها سبحانه فالأصل أننا نعبد الله تعالى في الحج لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لنا أركاناً لهذا الدين ومن أركان هذا الدين الحج قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وإيقام وإيقام وإيتاء الزكاة وحج وحج البيت وصوم رمضان بهذا الترتيب قالها صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره إذن هذا من أركان الإسلام من لم يحج وهو قادر لم يكتمل دينه ومن مات وهو قادر على الحج ولم يحج فهو على خطر عظيم لأنه لم يؤدي أحد أركان الإسلام صحيح الحج لا يجب فورا فيه سعة فيه تخيير لكن يستحب وبشدة حتى أوجبها بعض العلماء أن من توفرت له الاستطاعة من مال ومن وقت ومن قدرة فالأولى أن يبادر إلى هذا الحج لأنه قد يعجز وقد يمرض وقد يفتقر وقد تحدث له ظروف وقد ينشغل أكثر فبادروا إلى الحج رحمكم الله تعالى ولا تتأخروا عنه ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الحج هذا مرة في العام مرة واحدة في السنة قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم يا عباد الله إن الله قد فرض عليكم الحج ألا فحجوا فوقف واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أفي كل عام فسكت صلى الله عليه وسلم فالصحابي رجع يكرر يا رسول الله أنا حج كل عام فسكت صلى الله عليه وسلم فكرر مرة ثالثة يا رسول الله أنا حج كل عام فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت فجاءه الوحي فقال دروني ما تركتكم يعني لا تسألوا عن أشياء خلاص أنا قلت لكم حج المفهوم مرة واحدة فلا تتعنتوا وَلَوْ أَمَرْتُكُمْ بِالْحَجِ كُلَّ عَامِ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اصْتَطَعْتُمْ فمن رحمة الله وكرمه وجوده سبحانه أن جعل الحج لنا مرة في العمر مرة في العمر فقط مطلوب منا هذا الحج فلنبادر إليه وننوي هذا الحج إن شاء الله فمن رزقه الله سبحانه وتعالى الحج فهنيئا له ومبارك عليه هذه الرحلة العظيمة وما فيها من خيرات الدنيا والآخرة ومن لم يحج حتى الآن فلعل هذه الحلقات تعطيه الدافع نحو الحج إن شاء الله وتهيئه بأسرار الحج ومعانيه ليتزود بها فيكون حجه لذة ومتعة فوق أنه واجبا وفرضا وركنا وعبادة هذا الحج في كل جزء منه أسرار ومعاني من الاجتماع نفسه فيه أسرار أحدثكم بها في المرة القادمة إن شاء الله ثم سأنتقل معكم فأحدثكم ما السر في الطواف ما السر في السعي ما السر في الحلق ما السر في الرجم ما السر في منا ومزدلفة وعرفة ما السر في كل جزء رئيسي من أزاء هذا الحج حلقات متتابعة أشارككم بها هذه المعاني والأسرار لنتلذت معا مع أسرار الحج أسأل الله القبول لكل حاج وأسأل الله تعالى التيسير لكل من ينوي الحج ولنتزود بالحلقة القادمة مع أسرار الحج استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله لبيك لبيك يشد فيها الحج جزء السار نحو الهدى كالذي تحده منور لكل فج أتوفى الله أو دعهم سرا عظيما وكم في الحج أسرار سبحان من وحد الحج جمنهم من شات فلم تبقى للتفريق أثاره وهم يطوفون حول البيت وعجبا كأنه كوكب